اشتركوا في القناة فبدأوا يهلموا كل اللي لقوها فرصة عشان يظهروا لازم يفهموا أن ثورتهم لو غيرت أشكال فما بتخيرش وسلوب رغم أننا وثقين أنهم مش هيستحملوا لكن بنعاقبهم بهدوء لأن بطء العقاب بيبقى أصعب كتير من العقاب نفسه ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 كده وقلت عديهم بالمرة وهو نروح مع بعض بدل ما تروح لوحدك آآ، تمت كتير؟ لا خلاص، أنا بشطة باه الله، ألوانهم حلوة قوي يا ياسين لا، موسع لهم بنفسي تسلم الله، بس دول خمسة مش أربعة يعني في واحد زيادة آآ، خلاص، يبقى الخمس دواء علشاني علشاني أنا؟ آآ، علشاني هيغل عليك ولا إيه؟ أيوة بس يا ياسين إيه مديح، ترد هديتي؟ تسلمني وتسلم ما جايبك يا إخوة دولت ليش؟ دولت يوسف عمل معاك إيه؟ أهو زي ما هو، بيعملني كأني مش أمه والله إيمان عارف يا ياسين حلقها منين ولا منين؟ نا، أنت عارف يا مديح ويوسف مش هيتعدل ولا ينسل يا حاله إلا ما يعرف موضوع ابوه يالا ربنا هدي الكل أخلاص بقالي في أديك بسرعة وأنا هستناك برش بسجرة ماشي سلام سلام في رجالة كتير في الدنيا بس المز منه وعلمتين دعينه منه مرحبا 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 أخي أنا مش فاهم أسافر وارجع علي البلد حلق إن شاءل بالمنظر ده أنا اللي مش فاهم من تيه اللي رجعك؟ ما كنت خليتك يا أخي؟ على الأقل كنت شدتني معاك مرحبا 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 أم أنا خليonكتي هي اللي تنزل في الليل ده جدع النصر راجل يلا راجل طب لو بتحب تعوش حاجة بعد كده أقول اللي النحلة يبعدها لك عالبيت ماشي طب فوقت من ده وعلمني حركة جديدة يا ده مش لسه أبعلمك حركة لحفاظها لأول طب أنا حفظها الصامر إلا 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 بعدين بعشين ديما إلا بدوش بكرة بكرة ماشي بس بكرة خليهم حرك طيل يد بتطل لمضى بقى طير يلا هدعي البيت ماشي يا عامنة وقالك ساعة ما أععدني وبتحكي معايا في كلام دالوش عايزة فيه إيه من غير للف ولا دهران وموضوع اللي بينك وبينهم مقدراتني شايباله آخر ومبقيه وإيه لازمتو الكلام اللي بينرفز بقى يا عم ياسين إيه يا عم ياسين إيه يا عم ياسين مش للقصد بس انت عارف ان انا بحبش احكي في الحوار ده اسمع يا عم ياسين اسمع انت يا عم ياسين الكلام اللي كان بتتحك بيه عليها وانا عائل صغير مينفعش تتحك عليها بي دلوقتي انا عايز اعرف ابو يا مين مينفعش واحد زي الشحط زي مايبقاش عارف حاجة زي دي يا قد الكلام لها باللي انت بتقوله ده ماء إليه لك بدل مرة عشرة مخلصتها من ما والده واللي انت تغيب قريب وترجع تنقش فيه تاني واريت بالأدباء وبعدين هي بتشتكينك بتاعيه انا اتكلمت معها بالهداوة هي اللي عصبتني اللي ما ردت علي عصبتك؟ هي بيوصف دول مكان مكسبت رأسي زمان علشان خطرت يا يوصف لابدكم منه عيش انا ما بتكلمش عم ياسين في انها ثابت الشغل وما ثابتوش وقصرت معايا وما قصرتش انا حس ان انا ابن حرام مليش اصل ما عرفش ابو يا ميني انا ملكتوفش حتى الميلاد يا بامين قول لي انت يا بامين ها قول لي انت عرفوا؟ شفتوا؟ قابلتوا؟ شوف تحدي من اهله؟ بلاش؟ لو قات متجوزان فين اسمت الجواز؟ ولو كان مات؟ فين شاهدت الوفان؟ فين اي ورقة تثبت ان انا ابن حلال؟ ها؟ هنضحك على بعد عم ياسين احنا عرفونه ساولا؟ ولا انت ناسي؟ ناس العال زمان وانا في الحركة وبيناتون يقولي ايه؟ ها؟ بسيت؟ مانسيتش يوصف بس عايزك تفتكر انك تمان ان انا ايما قولت لك يا ابني ان انا مجدي عشرف واحدة في الدنيا وان ابوك هو الاسابة طفن شون مش عارفونه طريق الجرة وخدنا عا كل الورقة اللي كان ممكن تخذها بيعنيك دلوقت بعد ان ايه ابدا ان اعماليش مصلحة علشان يجب عليك في حاجة زي كده؟ انت بقى اشترك بالعب دماغك ومش عايزك تصدق انت بقى انا وضعك انت حرم لا يناسوا انت بقى انا خدت الحرب؟ لا جيت ما اصحة انت بقى انا اصحة يا انا ملحاجة الفرق الوحيد من هناك وهنا ان هناك بتعمل حاجة بتلاقوا صدع حاجة وهده الانا عايزة لما اشتغل ايه نتيجة لشغل اوه ام ايه بالحت بتاعتك هو ده التلات الله يسايل له يو يو انا احلى انا ايا كبير وفي ايه الدوشة اللي قولي مش اقول له ماتش حريمي انما ملاكمة ملاكمة جامدة او يا كبير الحريم بص بتقطع فبعض ايه بقى ايدي منزلك متأخر اوي كده الواد نصها قالي انك لسه قاعدة على الاه فقلت الحقق قبل ما تروح الشغل افرد لوحت الشغل ولا حتى الجسد ايه مشتري النيلي قبلها قلبي قالي اني حالحقك ومتحكش عليا زيك قولي لي بقى مم قلبك قالي كيتان قالي بقى حبك وحشت لي ونفسنا وانت بقى نتلمف بيت واحد وحس بحضنك بي حميل تحس بيه؟ حس بغضك بي حميل وضي لها بيت وانت بتحلوي زيادة كده بليه ولا انت كده طول اليوم انا كده طول اليوم يا اخوة بس انت بقى الليش اخد بالك وانت ماشت وانت بقى الليش اخوة اسمعي بس انت بقى الليش اخوة لا يا دي يا بيت فهمين وانت بيت فكالة محدش في الدنيا دي الانت بطي البيت دي ميه؟ التنيا كلها عارف اسمعها هانادي لا ما اسمعش هانادي اسمعها موحة جة الكث يا خل عشان يقيدولي نعمة السلم ولا حان اتني اصدع انا ولى علاء في العمارة مش في اللمه بس اقلم بالفنانة اللي مسيطانة في المنطقة كرائه يا راي احنا مش هنخلص من نمرج كل ليلة دي يا اخوية ولا ايه لا يا سمح مش هنخلص الحوار عجبني مش هنخلص وعلى الحرام من ديني ما انت نازل من باب البيت تاني والت ملكشة حلفنات علي يا عناي ده من هنا انت ان شاء الله من هنا وطالع وبعدين انت ملك محموك ده ليه انت ملكشة حاجة عندي لا انت اخوية ولا خطيبي ولا جوزي ما تزموت يا بيت ملك ميت مرة يا راي ملكشة حلفنات علي يا اخو محادي سيئة سيئة منه ده فيلم كل يوم ها يا رايك في الحل عدماني معطبي عملك يا ام يوسف ده من تحبيبي اعجبلك حلاش ما المرضو ده من حلاش نيه تقصني مراك يا قص هي تمانها كاف افكتين يا انا اديك ثلاثة موص تمام تمام تحبيبي مطف خد اقبر لك الفلوس واكلمك تكا على دلوقت يا رايي يا رايي يا رايي يا رايي وانت كل شوية يا حبيبي تفرج علينا بخريق ربينا عيب كده يا وان موشي كانوا يا عملك الا البتي دي لازم تترابا الودي بنت كلبه ولازم تترابا انا مترابايا كويس يا رايي وانت عالا يا مناصر بايا اليها ربيك تعالي إي إي إيه يا رايي تعرفوة يا الله! فاين اعملين؟ مكان مسافره مريحي أنا عارفة ايه اللي رجعه رجع عشان ينكد عليا ويقرفت منك لله يا راي طب يا بدتي متعرفيش تردلي شوية بدري من شغلك يعني عالساعة 7 كده كويس سبعة أياما وأنا بهزف مستوصف إيش حال أن كنت بنت كار وعرف كار؟ كار إيه يا أختي؟ هو كار بقى كار، ده كار باز كار زمان كان محترم الهزة بحساب، والطبلة بحساب، والزمرة بزمارة هو كار دلوقتي جاي بهمه يا بيت ما تجيبي كده من الآخر يا بيت وتخلاصي هو إيه الآخر ده يا جيجي؟ الآخر يا خالتي، اللي كلنا عارفين البت موحة بتكدل الراية وعينها هتطلع عليه لازمت أقيله اللي اللي بتعمليها كل يوم دي؟ ولا هو يعني عيني فيه وإخيه عليه؟ الله، تحب أكلمولك أنا يا بيت؟ أيوة أكلمولها يا جيجي اسكت يا أمه، والنعمة الشريفة لو عملت كده يا جيجي ما كونه عرفاكي تاني خلاص وبعدين ما حدش فيك وفاهم اللي في دماغي أنا أكرده كله وأخده سلمه يرزق الهجع والناجع والنايم على صرصر ودنه سلمة لإيه يا أمو العتا؟ ما ترسينها يا بيت؟ للسيمة يا رحم سيمة، سيمة يا سيمة يا أمو السيمة يا سيمة أمو السيمة وأنا يعني أقل من غدا عبد الرزق ولا سومية الخشاب للدوم يديك يا بيت سيبها على هواها حد دلها ما يجي على قفاها طب والله يا جيجي ده أنا زمان كنت فرص رماح أيوة يا بيت والله كنت مشرعة ومفرعة وطول الباب ده هو والوسط كده هو ودول ما شاء الله كده هو ودول ما شاء الله كنت تحطي فنجان القهوة عليهم بوش والله ما يتهز ولا سمانة الرجلي كانت كده هو ولا شرعة العين لما كنت تضرب الكحلة فيهم كده هو واشرع بعيني كده هو كتن الناس تبقى هتتهبل علي وتقول لي غدا الخشاب وسمية عبد الرازق بلاني لا يخت عليك وعليهم من بدري هم مجبت عليك ها حفزها كلها متعرفين يا جدعان الراجل اللي احنا طلعنا عليهم برح ده يبقى مين معروفة مش ليه في الغمراء واللي مرش على نفسه في الانتخابات انتخابات؟ ما ده مرش على نفسه الانتخابات متعرفش يا معلم أليه؟ الصورة مستمرة الصورة مستمرة صورة مستمرة صورة مستمرة إيه اللي يخلي الجنرال يطلع عنا احنا في عملية زيدي يا كمية ما عرف انها رجعت طبعا ايه تهتعيش في الدور وليه ايه ده يا عم اقوله الاحسن يكون فاكر نفس وزير الإجرام ولا حاجة خلاص ما انت تتسياح لي مكان لازم أهرب ما العملية كانت راهيتها تفوع علينا كلنا يا يوسفي قدروا لطا في ميمي الحوار وعدة الوقت ده ايه كان بيغرفت عناس تجيدي اوه وبيحكي في حوارات عالم تغطي بس اوه عارف يا لات شاف مين الناس دي بصاروا عندي في الشغل كل يوم بس ما حم بيقول نفس الكلام كان الاخر مزقت عابوا يزبطوه يسكتوه بس يا ما شاف هذا المخ المتأسسه اوه اجاب لك من الاخر قل له يا ابني هادي بيزت بقى لوحد مصقف زيه وعد مع جهلة زيه شفت بقى الكلمتين بتوعك هتخليه تنطط علينا هوا كمان بقول لكم انا مليش فيه رئيس وزراء رئيس جمهورية احنا هناخد الاشنات بتاعتنا مش جنرال والعربية ناخدها نفكها وتبقى هضيت استا كوادرو اس خينيال السيميخ انتا اوريجينال انتوسيس بايكو خيرونو جراسيا دينارة يوسف مومنتو بتعمل ايه انا انت بتروضش على تيفوناتي ليه زي ما انت شايف مرحون في الشغل يا سلام مش قادر تفضى دقيقة تطميني فيه عليك لا طب بقولك ايه ما تاخد اجازة من الشغلي وبينتست رايح انا طالع شرم مع كروب تعال اطلع مع بعض زي سباب بقولك مش فاضي باشتغل لا فاضل سفرك ولا الكلامك وقتلك مئة مرة زمان حاجة ودلوقتي حاجة تانية انت بتتهرب مني يا يوسف اتهرب منيك بتاعيه او انا ما ديونك بالفلوس انت بتكلمي كده ليه عشان انت مكان شغل واكلي عيش ايش مكان كلام فاهمة اتفضلمش دلوقتي وانا ما خلص هبا اكلمك يا سن بترسيني في ايه مش جنرال طلب يعابلني ليه او لو كان قالي اكيد ما كانش طلب انه قابلك بس حاجة غريبة اولا كل مرة الاتفاق بيكون معك انت مش معني يعني المرات دي ايه بعدين الجنرال انا مش فتوش غير مرتين في حياتي بترسيني اساني على الحوار فاهمني قولي احنا زعلنا الجنرال في حاجة لا سمح الله زعلتو قولها ديو انت اشتغلت مع الجنرال قدية كتير عليها التجميع وخلصت في نادمين اللي حسابه قدية يعني شوية شوف بقى كل اللي عملت انت واصحابك ده الجنرال عنده ناس ممكن تعملوا معاك و لو فكرته حتى مجارب ما تزعل مزعل بيه؟ لأنه برضو نزعل الجنرال من عمرنا ما افكر في حاجة زي كده لا انا ولا ناس حتى اللي معايا انا بس مستغرب مستغرب انو طلب يقابلنا تستعجلش وحاتف انت ما تقولي يا سيني انت شغال معا وممكن انت رسين عليها ده فهم غلط انا بشغال معا انا شغال عد جميلة حاجة انا معاك ومن ليلتها يا خود قرينا الفتحة وخاته الشبكة وعن ابتدوا بقى يشتغلوا في اللازرة وبعدين قال ايه؟ قال عايزة تلازل السيراميك بتاع الحمام والمطبخ على الارض قال ايه؟ قال بيعمل لها حساسية وبيدوخها هي حبلة ولا ايه؟ حبلة ايه يا خودة؟ اه لما اوزع ام حمامة معلش طب طلباتك حاجة هو دلوقتي الواد نفسيته تعبنى منها وقافل منها عليها وهم لو عارفوا كلام ده هيدوسوا عالشارك لا حمامة اقعوا نفسيتك تقفل انا اخلصلك الليلة دي طبقى الشبكة دي ايه بكامحة؟ بربعة تلافة هنقول خمس تلافة انا بقى لايه فيروس ليه يا خود؟ ليه يا حاجة؟ ده حمدا اللي ملص وطلب حمدا ملص يبقى الشبكة من حقه ولا اللي بتكلمت الغلط انت بتتكلم في ميت هرقك بقى نصح نصه ونعمل له اسبوع ولا نقرأ عليه فتحة؟ لا يا راي نعمل له اسبوع يا خودة يبقى كمان اسبوع تعدي علي وانا اجهز بكل حاجة الاول بس اكتبلي عنوان البنت دي وابقشة اخل ايه؟ انا مجهزة وولا كل حاجة في الورقة اجيه ماشا حاجة ماشا يا خودة الله عفيك سلام يا حمادة الله عليك يا راي يا حلال المشاكل بس لو كنت سمعت كلامي بقى فتحت لك مكتب محمان مش كان احسن من بدل قادة القهوة والقرف اللي احنا فيه ده؟ محماء يا بجمع ما كل المحامين عاديين في البيت مش لقيني شغلة ولا اي حاجة خالص انا هون قضيته بضمونة وبكسبها بالوقتي على حاجة سلام عليك يا راي كل يوم بتعلم منك حاجة كل يوم حاجة ده انا قلت حاجة يا بجمع روح اتعمل لي حاجة يلا يا راي ماشا يا راي يا راي يا راي شفت عملت انه هدف اوليد المدرسة؟ عملت ايه زبط طول بالحاجة اللي علمتاني ازاي؟ الله عليك عشان كده انا اعلمك حاجة جديدة طب يلا يا راي بس الحاجة اللي اجي معاك هناك يا راي بس الحاجة من اول ايش؟ ربناك خلي ساعدك الحاجة اللي اتعملت وتوصحابك احنا في خدمتك يا جنرال زمان في المدرسة علمونا ان بوردان صديق الفلاح عشان بناية دودة من الارض ويأكل الحشرات المدور في الزرع يعني مفيش مرة تغابة وعمل اكتر من دوره عشان كده فضل صديق الفلاح صح يا بش صح 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 عشي العمل مش هيوسعت الباشر أتمنى أن يكون عجبك اللي حصل لا 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 مش هيتكلم لدلوقتي ولا بعد بخش البرلمان تحت أمرك على السلام هو مال أهم وهو إذا كنا نبيع العربية ولا إن شاء الله حتى نولع فيها مش عملنا له إنه هو عايزه وهو ده الله حصل ولزمته إيه بقى وإيه لو يدرع دولي بتنطط علينا بتنطط علينا على حرام ندينه وما كسالك الدماغ دلوقتي ولا يفرق معايا إيه ده عميمي بلاش فتحة السدر دي فتحة السدر دي مش معا أي حد اللي حصل ده كان غلطة غلطة كبيرة كمان ليه عميم؟ هو حد جاب اسمه في حاجة ولا شاور عليه؟ لا طيب يبقى غلطانين في إيه؟ ده عملية دي كان لازم تبقى إنها قرصة ودنة ما أبقى تقول له خصوصي ما ده اللي حصل دي ياه؟ لا مش ده اللي حصل لما دخلنا على قد ده وسقطنا عليه بانت إنها حركة عليها الجميل عايزين العربية مش عايزينه هو آه عشان كده بقى يجل نرى القرص عليك شوية أنا مش فريق لله حصل معا مش فريق لي خالص أنا فريق لي بقى إنها في إمتها متأخر تعمى عادي بقى ولا يهمك خلاص يموت المعلم ولا يتعلم بحب روح أعلمك على الودة تانية داي مننا ليه؟ ليه يا عمي مني وأنا بحكي فيه؟ هنحكي في المحكي؟ خلاص روى يا ديب أنا هقوم معذر بقى الشغل ده إيه من ما راحتوش ماشي سلام سلام هقومت باقي قوي مين في كرية؟ مين فيه؟ يلا هتوه هتوه ايه؟ يلا هتوه 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 ايه يا زنجيرة؟ قوموا لي باشا احنا هنقض الليلة كلها هنا ولا ايه؟ بقولك ايه؟ ولا بشمر اتمام ولا بفوكس عال فلخص كده وقت معايا من آخر ماشي باشا مين بقى يلا اللي تصر محل الراجل وقلع فيه؟ اللي وطيلك يا باشا تلعيون بلطاقية ولا شوها تعيل ولا تحلام سعدك كم وانت يبرح امك؟ احمد زويلي افتح بوها كلام افتح عليحة باشا والله واتشاربك عليحة عليحة ولا بلاحة ليحد يبلع موسي يا باشا؟ يا سلام يعني لو بتلفاش في كل رصوف وتبلحها؟ عمري يا باشا عمري صلفات حيه؟ يا صلفات حيه؟ تمام يا فنة؟ ما يا براب صلوادة انانزل كل اللي بطنه وتحرزهولي حاضر يا باشا بتحت عمي يلا يلا تمام يا فنة؟ يا فلايسن بيها يا أهل يا رائل هم مسكوه ليه؟ ليه يكونوا ليه يمحششوا وبنك؟ ما فيش الكلام ده خالص يا خالتي تلقيهم بس عزيني يسألوسوا علينا وبعدين هيرجعوه تاني خلاص يبقى رجلين عا رجلك يا يوسف رجلين عا رجلك فين يا سماح انت الجننتي واحنا عادينا نسهم بتروح اسامي يا خوي انا بس عايزة الطم وامي كمان عايزة الطم ايه انا عايزة الطم يكونوا يبايتو؟ يبايتو فنت كمان هيه لقان ده انا هروح اشوف ايه الحكاية وقولك اهو الباول اللي بيحصل اشتمننا يا اخوة ماشي ايه يا عم ده مكانش عشو مالح بقى اللي اكلناه لك هنا ده حتى العشرة متونش على اللابنا الحرام معلش بقى باشا اللي حصل حصل تبقى ليسا زعلان بس انت عارف يا رائل ان العملية اياها عادل به هو الارتمام معاك وهو اللي خيلي بيت مشانة صح باشا مشانة اللي اتسحى من اللبسام ولازم يسيد يسلمه في تمانية غربين ساعة وانت شاكلك كده هتساعد والله يا باشا كان نفسا ساعدك بس انت عارف انها ساعة تصور مكنش موجود كنت مسافر برد بلد يعني بحتينا يا سامي عن السلاح كله تلمى خلاص مصدقش ده كلام جرايد في سلاح كتير ضايع والشارع مليانة والبركة فيك بقى انت واصحابك الديبو ويوسف مش لسا تشغالين مع بعض يا رائل يا باشا لسا تشغالين مع بعض بس في الخير هنشوف بقى اذا كان في الخير وانا في حاجة تانية بسمع رائل على كل اللي طالبوا منك كم حتة سلاح مع كم عائل بلعدكم بسيطة بسيطة بس وحد قالك علي يا باشا ابن انا برشد ولا حاجة يا اما كده يا اما هنزل بنفسا لم السلاح وساعتها بقى في عائل كتير هتتلام لا وعلى ايه هتنزل وتتعب نفسك بس قدر يعني العائل دي جاتلك لحد هنا وما رجعتش بادي Collив بش بش عشان انت مزيا ايه حد انا قبوملك لحدنا بالسلاح بس فوق تنسى احنا كمان متزيا ايه حد موفيش حد من عندنا هيشيل اوقا دي بش bu دي علش دي انتصرف لها في اي عيل ايشيلة وتعملوا الوقات اللي حتعملوا معاني طبعية طبق estánجيميل هنعد ألائكم بس نزل تبعش oggi بالسلاح بس مع السرينة بتاعتهم دي ولا مدرك ايه جدتتي بتتلبش وبحس كده كأن بسم الله الرحمن الرحيم يا ساتر آه زي مبارح لما قبضوا على صلاح أخويا صلاح ايه ياما دلوقت خدويا حبة عنوه طلعت اربعة ايام ومحدش يعرف عنو حاجة لول أبويا هو اللي قوم له محامي زايع ومتصيص وعقر هو اللي طلعوا منها زي الشارة من العجينة والله ايه الولية دي ايه اللي جبها عندنا من العمر الطويل لك يا زوزة بسم الله الرحمن الرحيم يوسف ما بيردش عليا ايه اكيد في حاجة حاجة ايه يا بيت ما ترسي كده هي من امتى الداخلية كبتيك تاخد رجالة من عندنا يوم لما يشتحوا ينتحوا يو ياخدوا الراي مش ممكن طبعا عمر ما بيردش ليه يا خالتي عمر ما بيردش ليه يا خالتي والله وانكشفتي وانفضحتي يا سمار هو ايه اصله ده كل الحكاية يعني ان انا خايفة للراجل يكون اتاخد ظلومة والظلم وحش باردو ما هو الحب اوحش يا حبابتي ولا ايه يا زوزة يا زوزة يا زوزة يا زوزة بتتحكي يا ولاية واخويا مقفوض عليك يا زوزة بتتحكي يا ولاية الوليها دهات هي اللي كانت جاوزة قبل جدا وده يا شمداني يا زوزة يا زوزة يا زوزة ازن انت تكلمت كذا مرة انا مردتش عليك فده يدل على حكي واحدة بس انه لا الظرف ولا الوقت مناسب انه ارد على حضرتك وقت ايه وظرف ايه مادام تكونيش فاكرا ان انا بتتسل احب فيك ولا انك نرجع لبعض يعني مش هحر قدمي مع واحد زيك يا سعيد عايز ايه يعني اكون عايز ايه يعني عايز اكلم رامي ابني ولا عندك مانا ان شاء الله عشان ااكدلك انك مش بس زوج فاشل انت اب فاشل كمان انت عارف الساعة كام دلوقتي يا بني ادم الساعة ثلاثة الصبح يعني ابنك نايم بقاله اكتر من خمس ساعات او مش رومي عندي اجازة بكرة ولا ايه الله مش شغلك بنت مازعيش انت بصوتك دوت اللي فكرني بقامك الزفن ايامي انا الفقر يا واطي اه ايام انا وماله انت بتهدرني بتهدرني ابتاع انت انت ناسي كنت ايه ولا ايه يا سعيد ناسي كنت ايه وانا وبابي عملنا منك ايه انت كنت حتة مرمطون بتقوى فقد ده بالبزارات بتاعت لنبسح فيك جزامنا اه وابوكي كان ايه يا حبيبتي ان شاء الله مش كان مرمطون برضو عند الخواجه ولا مصيتي قاصلك ايه سكت يعني ما علينا انا بس بكلمك عشان اولك انها جاي اخد رامي كمان يومين يجي يقعد معاه في السخنة اعيز يشوف الكارية عندي بتعملة انت بتحلم يا سعيد انت حبيبي ملكش غري الساعتين اللي المحكمة ديتهم لك اكتر من كده انسى بتاعي من اماني يومي في التليفون معلش يا حبيبي نصوتي كان علي شوية اصلا في واحد كان بيعكسني في التليفون وانا قلتولو يحترم نفسو عشان لو ما احترمش نفسو معايا راجل في البيت حيمسك ويعلموا الادب مش انت الراجل بتاعي برضو؟ صح يا روحي انت يا روحي انت ناوي بقى تطاوة في الحوار ده يا بيبي بس تب مزاجنا مش بحاجات تنيها تقولها هيسم ده وتغدوها لالي لو تفتكر العامل اللي عملها في ولادة التحاول لا او ايه كان لسه مستجد على اسم بتاعنا فاكر؟ ادي كل تعم يا سيني فاكر يعني كان زماني لما كان لسه زابط مستجد في الاسم والدخلية شد السلخة علينا لكن بقى كل صنطة طيب دلوقتي الدنيا اتشقلبت حاجها واللي كان فوقه في يوم الايام دلوقتي اندخل بقى تلتحت بس عمايسين بيتكلم في الصحة الارضو محرص ولا تخوم؟ مص يا نجمع اللي زي عايس انداصله شابطة لو ما خدش اللي هو عايزه هاشتغلنا في الاسم روعدين بحالينا في رايحة ولا جارحة مش نقصين احنا ورنا مصالح فعلايا يا صاحبي يرمي له حتة عظمة يتليه فيها ورايحة ناخن ولا انا باتكلم في الغلط يا عمايسين بربنا يا أستو يا رايحة تكر على الله انا بقى عالحة لانك شوية ماشي عام الدنيا بقى لك معانا اعيب علي واسخ متقولش كابطة يا الله سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم لا تكر انت على الله انا قات شوية ها سلام سلام عليكم وعانها يا بنتي وراحت مسكة في زمارة رقابتي وعينة ما تشوف الله نور واطلعي برا يا بنت الكلب ايديها عاملة زي المرزبة زي المفتاح الانجليزي حتى من ساعتها وزوري مجروحة غالبانا والله الستة دي يا اما اه يا كبدي عليها بس ساعات تلاقيها كده قاعدة بتتكلم وتتساير ووعي اللي بنقوله وساعات بسم الله الرحمن الرحيم يحضروا عليها وما تعرفيش تكلميها ومين دول اللي يحضروا يا اما خلت زوزة عيانة عندها زهاي مار زهاي مار؟ هو ايه زهاي مار دا بدا؟ زهاي مار يامو يعني بعيد عنك كده فقد اللي بيحصل حواليها يعني تلاقيها فاكرة اللي حصل زمان كأنه حصل دلوقتي واللي يحصل مبارح تنساه كأنه محصلش اه علشان كده على طول جايب بفسيرة صلاحة كوه هتلاقيها كده على طول عايشة بتحكي في بتاعه زمان وخلاص بس ده مش عجبني خالص ممكن تشوفي حاجه من تشكيلة اللي في الفاترينة اللي هناك دي اني التشكيلة في الوم يا فني ايه التشكيلة اللي هناك عندك دي اني واحدة معليش لمواجزة مشوخ بالي يعي أقول لك خلاص خلاص أنا ممكن أشوف الأسورة دي ماشي تفضلت ملحة خفيفة قوي كده، ليه؟ دي خفيفة أه، مش عارفة تطريق ممكن تشوفي دي لا 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 مش عارفة اللهي، بس يعني فاكر يا فاروق الزبون اللي قفاشنا بجسر السنة اللي فاتت آه، فاكر فاكر عملنا في إيه؟ ودينا الاسم لا لا لا، فتكر كده قبل ما يروح الاسم عملنا إيهنا في إيه في المحل يا نهرب يا دا جيجي، دا كان العلقة ماخدهاش حمار في مطلع مش كده ولا إيه؟ عاليو فيه إيه؟ انتي بتمسكي شطيتي ليه عايزة؟ إيه؟ ما خدش حاجة خدش حاجة؟ انتي متأكدة؟ أمال دا يا روحهم يا نهار أبوك يسود أنا أعتصر بالبوليس استنعي يا فاروق تمام مع الحاجتك الأول شوف شوشك هنا تاني هور ماخدش عارف ظروف الناس إيه يا فاروق مش يمكن البت دي تكون بتجري على أخ صغير و أم غالبانة ولا يكون أبوها راجل جاحت ما بتشوف شوش شغل كل شهرين هذية تعلمة الدرس مش حسن ما نضيع مستقبلها وتخش السجل أه؟ هو هنا بقى التكية اللي يخش يعبني خلص يا فاروق حصل خير السلام عليكم عليكم السلام أنا ماشي انتعرف خيرك؟ سلامتك مشانا أوكي ما بتقاش تنزلي يا مخصوص؟ مفوكي عن نفسي شوية وكمان ما بحيب ماشي أشوفك تنزلي لوحدك ايه؟ ماشي ن هدى عندك لجوا هادي رس فتحي دي طالف مرة تفرف الورقة انت بدور على الحاجة جواه انت شايف يا راي الأرض دي بتاعت مينة؟ بتاعت فوز الغناب وانت فاهم طبعاً مين هو فاوز الهنها مكتب الكسب بينكش وراه بإبرة وانت جايد الوقت عايز موافقتها طب ده وقته ده وقته يا لاي أولاً الأرض دي مش عدرج النام لوحده دي بتاع شركة مرساهمة هو ليه 20% بس سنين بقى مكتب الكسب ده ملوش حاجة عندنا طالما ما صدرتش أمر بالتحافظ على أموالك سالساً بقى والأهم انت مش جاهد بحث ولا تحريع عشان تقلق من حاجة الورق قدامك تسليم نحتاجين انضاءات بس عشان نكمل الورق ولا انت شاع في حال غير كده خلاص احنا نشاع أفاها عشان خطرك من بكرة حاناسا عنكيب الموافقات دي وربنا يسطح وانا علاية لك يا سكرة جهز لـ 600 كتير يا عام الحاج السيولة اللي مع الناس عايزين يرموا بيئة أساس عشان الجوفات وحبطت من عيانه وخلصنا منه إيه أكشه الموت الحيان أرض بـ 30 مليون مستكتر نسبة 2% أكيد يا راية انت جاي تهزم يا راجل يا طيب ده أنا سادد عنك مية إيد بوبو وحسلمك على مية بيضة حسلمك على الجاهز يا عم خلاص خلاص هعمل لك إيه ما انت كل مرة تكوني وتتحك علي طب أقول لك إيه اسمع إيه راية بقى تديني شقة في كل دور على الأربع عماية ماشي طب إيه راية انت بقى هتأخذ دورين مقفولين في أهمرة واحدة أخذ دور الكتب باسم المدين ودور الكتب باسم العيال ويبقى شغالين في السليم حلم الكلام؟ هنا هي البابيرس وكما ترونها كامل ونحن نفذها من التحضل ونعنى بنحذ المعب كما تدعنا وعمر يجب أن نستخدم الهامر لتأخذ كل الهامر وهذا ليس لأبيزة هنا نستخدمها لأطفال كما ترون مرحباً مرحباً ماذا يوجد هنا؟ لقد قلت لك الكثير من الوقت لقد قلت لك الكثير من الوقت لا تريد أن ترد على تلفونيتي وأنا أريد أن أقول لك أريد أن أقول لك مرحباً مرحباً يوسف أنا حامل مرحباً مرحباً صباح صباح الخير يا فندي صباح النور الناس كلها بتتكلم عن إنجهزات سيادك يا فندي سمعتهم بنفسك؟ طبعا يا فندي بس اللي هميني انت لسه مسمعتوش أعرفه يا فندي أعرفه وابلغ سيادك دي عواطوك هم عندنا إن عارض الميتينج مع وكلاء الوزارة بعد الساعة بعد كده لازم تحرك على المطار عشان مبعوث الوزير الألماني هيوسك هرها خلت ساعتين مفيش حاجة اسمها لازم صرح يا فندي أنا زي ما قلت حضرتك مبعوث الوزير الألماني هيوسك هرها خلت ساعتين ده في نفس وقت اجتماع الوزارة حضرتك هتعتذر على الاجتماع؟ مبعوث الوزارة أي أحد من المناسم يروح يستقبله أما اجتماع الوزارة أنا معداش هتعتذر عنه تحت أمريك يا فندي الساعة 6 في مازل السفير البلجيكي هتعتذر تحت أمريك هم في ايه تاني ده ملف منذوب جامعة الدولة اللي ساعتك هتقبلي بكرة دي كل المعلومات اللي قديننا تجمحها أنا خالد نواك بقى منذوب الجامعة مش عايز أعرف حظاً تحت أمريك إيه كبير خذ أمريك خذ أمريك خذ أمريك خذ أمريك كفار أمريك تعفيد أمريك لا سابعتك يا عمريك يا عمي تعالى يا عمي خلاص يا عمي بقولك إيه هاي سمى إيه بقى لحقيته عمالها معك أمريك عمال إيه عمال إيه ماسي حد بيعرفش معنا حاجة يا عمي الراحة دين يا عم عارفين يا عم عارفين مولا كميمة كنت عايزك في كلمتين كي قولي يا صاحبي سماع مالا سماع تتجينت معاك في الكلام ولا حاجة مولا تتجينت ولا أي حاجة خالب فيش حاجة قولي الحكاة بس إن أنا يعني شافر إنت تنجز معاها تنجز فيه مش لما تزمت نفسها الأول يا صاحبي فيه دينس وان دماء خطأ مش هتبطل ولا هتنجز غير لما أنت تنجز معاها ده مزاجة يا دياب بس لو حاكمت ورحمت أبويا ماليا نزول تاني من البيت هي عملت إيه ما تقولي ما عملتش حاجة ده عملت حاجة ما عملتش حاجة ما عملتش حاجات عدفن يا جدع عميش حاجة عميش حاجة فيش حاجة ما في حاجة رسيني يوه محب عليك يا جدع عندك فيش حاجة والله بس إن دونتش يجب له تعملت حبتل لها ليه في كله ياسا روميا ميش جرجيب؟ جرجيب ها سبع الفورز سبع العصر أمك أنا بعمل لك سندراتشور ها نحلة أيها ببينا عناي خلي بالك عبر ماجي أنا قلت البيت دي مش هتشتغل يعني مش هتشتغل واشو بقى كلمتة تمشي في أم البيت ده يا حبيبي هتمشي؟ هتمشي على نفسه يا أمه مش علي أبعد كوفة كنة صابي بتاعك هتقوله يعمل إيه في تطلعه والجاية لا يا حبيبي فوق لنفسك وفوق من اللي بتشربه انت ملكش حاجة عندي تبتعلي علي صوتك يا بنت 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 محسنش أحل شعرك يا بنت؟ فاكراني بقرون ولا إيه؟ أيوة يا بنت احنا محياش بقرون معاش ولا كان اللي يقول عليك كده يا حبيبي بتسخني يا أمه وهو بيدربني بتسخني؟ ده بقيه إنه مخد لحظة كبرت يا بنت وبدعلي صوتك علي أي ايه دي؟ بقى ايه دي؟ ربيعتي هيا يا موسى خلصت ولا لسه؟ أنا لازم أسلم لحاجات دي الليل؟ شغالة هو بس بقولك إيه؟ دي آخر مرة أشتعل في السكة الشمال دي؟ ليه بقى إن شاء الله؟ ما اللي فات كله عدة ولا أي حاجة حصلت هتقفلها في الشنة ليه بقى؟ يا ربنا حليم ستار ممتعش من أول مرة وديكي قلت اللي فات كله عدة يبقى ما نتمعش بقى؟ مين فينا الطماعة؟ يعني أنت مش عابس فلوس تاني؟ ليه بس أفهم سبب واحد لخوفك؟ الكلام دا لو كنا بنحط البضاعة المضروبة هنا في المحل لكن إحنا لا بنحطها هنا ولا أنت حتى عارف أنا بصربها فين؟ ولا عايز أعرف خلين أنا بعيد ماشي يا عام البعيد اخلص بقى عشان أنا مستعجلة مديني شغالة هو بس فلوس من تحدى البكرة؟ لو المقدس جاهب جرد ومنقاش لذهب ولا فلوس حيزنوني في كلامه حيارب كل حاجة ماشي بس اخلص عشان أنا مستعجلة ولازم أودي حاجات الليلة شغالة هو والمقدس سيبوا علي يوسف قبل أي حاجة كل سنة وأنت طعيمة ودي ممناسبة إيه بقى؟ زي النهاردة من سنة كان قول يوم تقابلنا فاكر يوسف أنا عارفة أنت متضايق مني عشان بكلمك كتير وبجيلك وكده بس انت بتتهرب مني والله العظيم حاولت تعيش بعيدة عندك بس معرفته فشلت في كل حاجة حاولت عاملها من غيرك بس والله العظيم ما قدرت انت صعبت علي كل حاجة من غيرك بس لما عرفت إن أنا حامل منك تأكدت إن خلاص نصبنا لازم نكون مع برد حامل من مين؟ منك انت طبعا هيكون من مين يعني اسمع عشان طرق لو عايزة إرشيل اللزوم عملية تسطور بيه من نفسك ماشي لو عايزة دكتور ابن حلال بيداري على الولاية أدلك على برجة أطبها إنما تيجي تشايلين الليلة لأ ما هيكلش إيه اللي انت بتقوله ده؟ زي ما سمعتي كده مش عشان يوسف طيب وظريف ولطيف وصدر وحنين يبقى شايله أنا ما بحسبش على مشاريب مش اتتهاش فهمة؟ البنزة seats لا انا رايي طوعد نهارده في البيت تتفرج عالقعادة دى مهمة جدا، اهم من الماتش أوه جمهوره دافدة خلي بقى الأهلي ينفع لك طيب لما أشوف ماشي ماشي أصدق في إيه مام؟ مالك في إيه؟ الوض هيروح مين؟ بات كشفتله الدكتور كتاب لي ورع أكتكاته بحسبه يا بنتي هيجبها لمن عندكم قال لي هاتهالو منبر وأنا ما معيش في لوف وجوزي في الشوخ ومش عارفة أعمل آه فين روشدت هتصرفها لمن عندكم ملكيش دعوة بس هاتي روشدت وهم معيش اللهم دههم ورحمة أبويا ما معي غير خليهم معك تلطري بيهم الوض إن شاء الله هنخفه ويبقى أفويس وهيقوم لك بالسلامة إلهي طعمك ما يحرمه خليك هنا أستنيني ما تتحرك إش هارجعني يحفظك قادر يا كريم يحفظك لشبابك يا بنتي يا رب بسم الله يا باشاء الله الفول زي الزبدة ودي يا نحلة عايز يا ناحلة ما تشاهل إيداك شيؤي يا واد إن الزمانهم جاين هبوس إيديك كفار التقطيع بسر Elizabeth والمسحف أنا أحوأليك الكترên الله على جمالك يا نحلة وانت أحول الله 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 يا سونا الله اللامة حلوة يا ولية ربنا ما يتعلن عادة أبداً يا ززة يا أختي إن شاء الله يا رب بس ما نقصناش في القعدة دي فر صلاح أخوي ودي يا ناحة أناية ست زوزة ما تروحت عندها لصلاح أخوي وتستعدين حالاً حالاً يا ست زوزة حالاً إنت راح فين ما فين أعمد يا عميتها المصحف صلاح مات من زمان مات بسبت لي ما تقمت يا وقت هي يا ميمي بزع عزوزة ليها يا أخي زي إيه طي مش شايفها ليه النهاردة شاديك مع بوبة الجماهير حق الوات ده هزره باية قوي وإنسان وطول عمره كده متبر مين طيب يا ميمي هروح أجيب السجائر عايز حاجة؟ قد لي فور فروتي بتاع كموت طيب عندها هسلاح بالمرة برضو ها؟ ماشي هندقلك سلاح أول يا رجل يا يا سماسة اشتوال دومك الدكتور ولا أسباب حتى التوهان دي؟ ونعمة يا أخي قلت لها مئة مرة هي اللي ما هي أشرط؟ ولا أنت مش فاضيالها والشغل واخت كل وقتك واش دخل الشغل دلوقتي يا ديل؟ ولا أنت يا أخي عايز تفتح الموضوع وخلاص؟ بوش يا سماحي أنا بعمل زيوخي الشامقة بالظبط واللي مرضوش على أختي مرضوش عليك بقولك يا ديب لو كان يا أخي الرائح هو اللي بعتك روح وقوله سماح بتقولك اسمعي بقى وكفاءة تطبيقين في الكلام بلاش دمارك في النشفة دي؟ أنا اللي جاي لك من نفسي قليت الشغل دا ما تخوش تاني أنا شايل عنك هناك لبط كتير وأنا مش هقفلك على كور اهدي يا بنت الناس ولو بطلناها يا ديب تفتكر الرائحة لا عمرو هيحن ولا هيعبر اللي جبه ما انت برضو ما بطلتيش لا هيحن ولا هيعبر فئة سماحي منو احنا عاد صغارة في الحارة هنا و احنا عارفين ميمي كذبك على اسمي ما تهدي وصلى على النبي أقولك على حاجات اللي بتعملي دا هيتطفشه منك يا باب نقص يا أخويا و انا كمان في دماغي حاجات سيارة ايه اللي في دماغك يا بيتة عالصف؟ دماغك مطرحش اللي بعيد يا روحومي صباح الخير يا موح صباح الخير يا موح وافي ايه؟ باكلكت مكوطقة ولا ايه؟ اختي وباكلمة في حاجة في الشغل مالك ماشي يا زيبو صباحك فول ما شو دينا يا بيت؟ انت كماش طب اقولك ايه؟ طبق الفول بتاعي زيت الحار يبقى كتير ها؟ حار ايه يالله صباح خير يا خالت عم ايه ايه سجار رجال يا رب يا بنت امان يا رب من بقيت وبركتاب طبعا ايه صباح خليت في البنج المساقعة وصلت عندكم بقى تقول المساقعة صنعت ايديا وتقولوا رأيكم ايه؟ تسلم ايديك يا ديحة زلو على راحتها بس بتبقى تجنن ولا ايه يا زوزة المنطقة كلها عافها يا بيوسب المساقعة بتاعتك بنج بنج هاة هاة الله يكبر بخاطرك يا ربي يا شايماء ويرزوك بابن الحلال تتيا شاหม حسنا يلا ي لاأا امان تروح نروح نجب الطعامين لا السوق رايح أولي من دول لا في بيع ولا شراء وليه وقف الحال ده بقى الله؟ انا بقولك نوقف خالص بقولك نريح حبة بس وبعدين خلي الوادي اللي عندك يبتك على الختمة شوية البضاعة الأخرانية كلها كان شكلها شمال ماشي ما يعني أصلا الأجانب بفهم الحاجات اه يا أختي بيكه محسن مني ومنك وعنيهم بقت نفتحها قد كده والبضاعة المعفينة بتاعتك اللي انتي بيجي بهالي دي بقت بتخلينا دور عزبين العبين ماشي بس ما تقولش بعفينة خلص انا هقول للوادي التك شوية عدامك بس بقولك نريح عايزين نرفع في طورة شوية كده لحسن الدهب في الطعام دهب يا جيجي احنا دفنينه سوا هو دهب يا بيت قطعيها مش كفاية زكا دكتورة دكتورة ايه بس؟ مش قوي كده بس حلوة مني واكدع من ميت دكتورة كمان ده انت ملك الرحمة شيمان والنعمة من قطر العيه والعينين اللي يشوفهم في المستشفى حقيتهم يسموها ملاك الزحمة ربنا ايش في العينين؟ يا رب انت عارف يا شايماء وانا في الجيش زمان رجل تكسرت رحت اجبسها اجبسك لرجلي بقى مماردة ايه؟ خواجاية شعر اصفر وعينين خضرة جو تاني ما يغير الحاجات اللي بنشوفها هنا دي بيت فلة وراحت فين دي؟ اكيد اتجوزت واد بعينين خضرة وشعر اصفر واد فلة مش بيقولك البيت فلة اهدى على نفسك ما تحت انت شوية عالبيت بقى وتنوي عالخير عايزين نفرح بيكم ربنا يسهل بقى هيسهل ان شاء الله بس انت انوي البيت بتحبك بيتلك حاجة بيتو ايه؟ والنعمة لأ بس انا ريه عليين وباشوف بيها وانت عارف انها بتحبك عشان كده بتوسع عليها اللي اولي يا اوليه المعدول جوزك ده ما بيديش؟ لا يا اختي بيدي بص كل فان وفان انا اللي اعرفوا ان الراجل لو مش قد المسئولية لا يتجوز ولا يخلب زي الودي بوكني كده بالظبط ماهوش قد المسئولية ولا قد الجواس ولا الخلف لا يا شيخة ديبوا راخر كده واسخا من كده ده نامه اسألين انا عليه والنبي ومن نبى النبي قولين يا اوليه يالبنت بنت جيجي ما بلحش عريض القيامة يالا يا بنتي هات التعمية لا تقبل البصارة يا سياسين ايوه بس المسئولية حتى تفتح نفسك كس لم ايدك يا ملوسي بعل فهالة وشفة ان شاء الله تعجبك ايه بتعجب الباشا امال ايه انا عملك طبقة زيادة تاخدو معيك تعليشي ارا ايو كل فطورة اللي جامل اعملها بكلها مسئقة وندوق بقى يا سلاة كله مسئقة كله مسئقة مافيش بصارة يا سياسين ده البصارة حلو قوي لا لا ده امال ايه البصارة أعة خطير يا رو hotsaw ايه، شكرا يا روYA ماغية boatو ٣ partbé ٣٠٠٣ نازم هذا سيئاً لدينا مقاعدة. نحن متأكد أننا صحيحة المالات المتأكد على مستهدفة. أعطيك، إنه الكثير من المال. وإنما التحديد لم يأتي في ذلك لنجي. أعطيك بعد دو دي. حسناً، أعطيك هذا لنصبحه لأنه ليس الأولى أن يفعله معنا معاً. ولكن أعطيك من المال في دو تنبقى ايضاً، ليس الأمر. هتسلموا وتردوا على طول وإحنا إيش دمنا؟ هي الحكومة ليها أمان؟ إفرد روحنا بالحاجة ومقابشلنا ومشاللنا الليل يا ضد حمر بقولك الحوار ده على ضمانتي يا محدش عارف يعني معاكو أي حاجة بعدين لو ملتوش حاجة نفسوكة ليه مقابلين هنا فهو دماغنا بعدين لو موزفكينا معنا أنت كلك شوات عالمسنكالك ووديك ليه ليه ألبوم صور لكل عريس فيكو فنود الحاجة وما نريفش روحنا أجرعان خلاص يا راية خلاص احنا نعمل هستا اللي إنت عايزة بس أنا بقولك هو قدام زيتا وبكتيريا أنا مش مفتمن يا بالحوار ده وأنا أفضارك في أي حوار إيبا خلاص يا بدعان أمان يا ظلطة مدام الحوار ده عند الرأي إيبا المقال اللي هي في الكلام مات الكلام؟ مات الكلام مات الكلام ومش بش زيك يا عمي وم Levi's ومش بش سلام عليكو او ب bzw وحشني هطة rospectتب ابي ابو يعوزوف تاكرو هذا ما خ Citra تاكسكي كلو ركن اللي بفكر نبيه في حضن وحشني أوي ما أنت اللواطي لو حضن وحشك كنت تتقعد مع أمك تتربيت هنا ديب يا من عبتك نططت هنا قلت كل يوم تعايته مش عايز تراوح رأسك وقال في زفت بات هنا قل إيه؟ علشان تشوف العصفير وهي مصبح ياه العصفير عارف يا عمي أنا كنت بقوصة على العصفير بقول يا رب يا رب يدي لكنا حات زيهم عشان أطير وروح بقيت وأبقى مع نفسه بس رب نباك عقل يديبه وقالك ما تطيروش مصدك إيه؟ مش عايز تتجوز يديبه عشان تسافر أهو هايز تسافر وانت عيري ده حلمي من زمان أنا ما كاني مش عينة وانت عيري بحاول بس عايش بعدين عامل لما سافر بحمل لي رشيين بحا تجوز فيها طب رحتي سيبك مين أنا خالص إيه انت بقى إيه لغاية دلوقتي ما تجوزتش بدي أقولك إن أعاوز أعاوز؟ أعاوز إيه؟ في سنك ده؟ إيه ده أنا كبيرت ولا إيه؟ لا 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 ما تجوزش ولا حاجة لابتزال حاسة طب قولي قولي يا مين وبدلتك عرض كوح لي ومقلمة ديه؟ كوح لي ومقلمة وبتلمعك كمان هتكتم ديه؟ هكتم؟ إيه؟ هتجاوز في السر ولا إيه؟ لا سر إيه بس لسه ما فتحتهاش وخايف طرفضي بشكل عمدك وحش قوي طرفض إيه وبتاع إيه؟ مين ديلي طرفض المعلم ياسين على سن ورمح؟ قولي بس أنا روح أكلمها لك تكلميني مفضوح؟ بقولك سر سر إيه ده قول بقى قول برايح قلبي قول هتكتم؟ هكتم هجيب البدلة؟ هجيب البدلة مديحة مديحة يا ميه؟ مديحة؟ مديحة ميه؟ مديحة يا ميه؟ مديحة يا ميه؟ مديحة ها؟ قولي الله مديحة؟ مديحة أمو صاحبي؟ أمي يوسف يا أنا غريس كويده مني ده أقوله إيه؟ ما تقولهوش أنت تكتم خالص تكتم إيه وأنا جيته من أنا أنا مجيتش هنا أساسا ولا أسمعتك أصلا أمو صاحبي أنت في إيه؟ أنت على أكتر ولا إيه؟ طب والبادلة ديبه انسى موضوع البدلة ده خالص انسى خالص من دماغك لو أنا جاي فتكر أبويا ما شوف لأي صورة بص فيها طب انتكر على الله ديبه يا راجل هو عيدك يا راجل انت تكر على الله ديبه خلاص خلاص يا راجل جاي فتكر زكريات أبويا إيه؟ أنت لسقيت نوية واللي جيب أبويا كمان أم الصحبي إيه ده؟ فيش بقات لامسة بوضوع البدلة ده خالص يا راجل انت حاجة وحشة يا أخي النسوان دول عليهم حاجات ديها تقول لأنا حامل وأن في بطني ده يبقى ابنك عايزي تشتغل من أنا بنت المجانين يا يوسف مينك الوقت ده يطلع ابنك بجد ده وانت مش عارف ابني انت كمان يا مين يعني مش كنت ماشى معاها آه كنت ماشى معاها بس محصلتش حاجة مين قالك؟ ما انت حاكيلي حاجات كتينة وانا حاكيت معاك في الحوار ده ما انت حاكيت بلاوي لا يا عمي لا ماما ماما يا روض ده ممكن يبقى ابنكت يا عمي وارج معاها بس ما عليش يوسف انت اللي غبتها ما انت كل يوم ماشي مع واحدة شاك تخيل بقى الستات اللي انت عرفتهم في حاتة الدول كلهم عاملوا زربيتة دي وهيطلع لك مش أقل من التمانين عاجل انا عزبتها عال كده وارسا هات بوحدة بحيبتك بنت كده حميديها بنت ناس وانت ايه بقى الحكمة اللي نزلت عليك مرة واحدة دي هتفكرين من زل قد ولا ايه؟ ما حاجة اخرى خالص انت قطلت به زيه؟ وبعدين انت شكلك نويه اه تتجوز؟ ممم المشكلة عليها السعيد بقى غناش فى بنت الجزمة مين بقى بنت الجزمة؟ مين بقى مين بنت الجزمة؟ موحة موحة مين؟ موحة موحة هي موحة بغلب أنا يا الله يا يوسف ما ليه بقى مدام بتحبها عمال بتمسيها بعلقة وبتصبحها بعلقة يا يوسف ما هي اللي بتعصبني أنا حتى لسه دي ببعلقة الصبحة من هذا ليه يا عم احنا كنا الصبحة مع بعض وزي الفن بعد ما خلصنا الفطار يا أخي والله ما ادايا ما فكرا اطلع كده راضيها بكلمتين واني قولك أنت شعى تليفونه في الهدي لا بلاش كلم عمتك خليها توضيها مكني ماجي انت تليك برينز صح انت برينز وانا حبيبا تعليني بقى الشغل بقى احك حاضر ماشي يا عمتي أنا ميمي البت موحة فين راحت فين تاني راحت دروس تاني طب على قال حرام من دي اللي را قصر وشها يا فلا عمتي في ايه اهدى في ايه اهدى ايه راحت دروس تاني بتكسع كلمتها يوسف يا ديبو هي صراح عندك طب اهدف ان انا جاي سلام تعال يا يوسف ايه يا فلاحكي يا حكي اه مطبتخدش اقفش كده وعلي انت كنتوخدها دكتورة تسماعاتك ما انت عارف ان هرقاص انت حديني يا اخي انت بتنرفزني هالعربية فين عربية مع ديبو ان هردفور عليك يوو وعلي عاطف مريني بتسلم ايه دك والدامغ ققلته ولا ايه الرجل اللي مرا الي فتت قاللي الدامغة لازم تبقى تقيلة ما عرفش يصرف البضاع متخافيش مردي اكبر تكلي استبل ايسال فولى مرش اين ياسلام ايض Council حتحكрыв لان اخد عوامشي يلا اه طياتي اه وانت لسه شفت حاجه ده لا يموتك النهاردة هيبت انا اريد لي هوا يموتك انت حانه يطفل اهوا انا مالي يموتك وانلا ايديلي كانت ورايا فهو بعد استفلي مع بعض تبا اتلاي انت ريي والنعمة شريفة اخويا انا كنت بعمل كدا بس عشان اغيزك والعايز يغيز حده سماح يروح اشتغل رقاصة لو مش اي رقاصة دي لهاني معنالي فنانة المنطيقة يحرق بجأة يوسف انت بسخانة اكتر بسخنان والنعمة شريفة يا رائق دايما بقولك كده بالزبط وحيات ربنا عندي يا اخوي انا كنت بس بغيسة عشان يعني ما انتشتق الفي يا جادة انا بحبك نرايق عايز اي من زفت بقولك بحبك بسمعتش حاجة انت اسمعت حاجة يا يوسف شو غباني خلاص بقولك بحبك بسامع بحبك يعني فيش رأسي دان يا بيت قولنا عمال شريفة يا بيت واكتب عليك الليلاتي ايه؟ ايه مخدتيش بلك انت كمان بسكت بقى قولوا عمال شريفة وحيات موح عندك ما هترجع في كلام يا بيت ومين بيرجع في كلام ولا ايه؟ ايه دي عربية نقل ما معلش يا جماعة عصر المية تقربنا بس من بعيد من بعيد رحنا مابسوط اسات تسمح قادي نفضطك لاوى عشان أكتب عليك يعني موته يا رب ضيار كده برضو يا ميمي بص عليك كي بلت برج معاك هذا نحلة أناي يا تبير هيقلينا بقى الجو من العين دي عمي جاية احنا تسلل احنا احنا اتفضل يا مولانا اهلا وسهل سلامه عزاك عمي جاية اتفضل نورتك اهلا وسهل اهلا يا ولانا اهلا كان لازمت يا اهلا بالسرعة دي بك الممكن تستانوا فايت الصبح خليها في صبح فعله نحسن اهلا يا مولانا والنبي وخلص اكتب الكتاب يا عمي وانتو بالمنظر ده كده يا مولانا مالا مناظرنا ما احنا زيل فل قدامك هو ما تشوف شغلك عمي جاية فيه ايه انتو شاربين حاجة يا ولانا لا لا الا الله يا عمي جاية احنا كنا بمشكلة ولسه جاينين هتجوزنا ولا الحرف انا والبت لا والنا معاك بطايا ما تب نفس 16 سنة يا عمي جاية مالك يا عمي جاية وقعدين يا ابني هد بطاعتك يا برسال طويل انت العارفة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بحكة موحة بحكة ميب بحكة ميب ما تسمعين يا زغروط خلاص خلاص ايه جيجي مالك كفالة الشر عيالت له علايا وصرقوني يا لهوي فين بره عند الحودي وقرالك حاجة لك ويسر الحمد لله قادي أخرة المرمطة في شغلك وصهرك في نصاص الليالي فيها ايه يعني لو كنت وفقتي بأي حد من لي بيتقدمولك بدل التحليق اللي معلقه لك بسلامته دي بقولك يا امم مش كل واحدة اتجوزت راجل سدتها في كتير قوي متجوزين ورجالتهم رمينهم رمية الكلام وما بيجلهمش غير لما شوهم يجلهم ولا انتي نسيتي سيبيني في حالي بقى افيش حاجة حبيبي ممكن اعرف يا سينيني انتو معطلين لغاية دلوقتي ايه؟ مستنيين ديبو عمجاز وهي الجوازة دي ما تنفعش من غير ديبو؟ ما تنفعش عمجاز كفاسيك اخويا مش موجود دياب لازم بقى ما موجود على الالف اول جوازة اول جوازة في عياني انت رميت اتجوز عليها تاني ولا ايه؟ هو انا حمارة بيت اتجوز عليك ايه؟ يا عمجاز يا عمجاز يا عمجاز لما انت عارف ان في جوازة كاي متأخر ليه؟ ما كانش يعرف يا عمجاز ما كانش يعرف اقولك على سر ولا عايزك ان يعرف انت تعرف كميمة مصحك معه اهو نهايته الدين بطاقتك 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 يا ليلة سودة ومطيينة بطين شاهل يا وادة نحلة وهاد بتاعك انا سمع في ايه؟ انا معاه العزيز الغالي بصبوري يا عقلة اهو اقولك يا عمجاز اختم له عليه ممكن يستبارك وياخد الويزا النبي ربنا اسم اعمالناك يا لوسيف يا ربك اقولك يا عمجاز انجز ونالي انجز جازة وعرفي ايه؟ اه ميني عرفي برده اخمي اعرفي اظف عينك من انجزraft مير الاو الكلب الجذي مالك له حبيبي في ايه؟ مفيش حاجة يا حبيدي طلعي أنام إنتي لا يا روحي أنام إزاي بس وإنا شايفك مش مظبوط قولي بس مالك فيه إيه مفيش حاجة الخواجة كان مديني معادي الليلة عشان مديني بقيت الفلوس بقى شغل اللي أخده قافل المبال بتاعه ووهي مرداش عليها مش هكله كده مش براية حني يا حبيبي ممكن يكون نايم أو حصلت له ظروف قطلع انت نم وارتاح وبكرا إن شاء الله ابقى كلمه الصبح لو ظن في محل ومشيبه فيها الصبح ما هيكون خلق قصدك يعني يبقى نصب عليك لا أسعي معنى تاني طب ونت يا حبيبي هتعمل إيه تلايش كله مشكلة وليها حال يلا يا شايماء يلا شايد اسحوا يلا يلا ايه فيه اسحي بقولي ايه أمك جرالة حاجة قمك الكهربة يا شايماء يلا أمت بحذر معاك قمك من الكهربة خلقة يلا عشان نرأي واسمح كتبوا كتابهم عزيني هياسلهم شوية لا حالا لا ايه ده من كتب على مين ايه شاش ميك مي سوى 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 مي يا بابي لا يا حبيبي لسه صحي ما نمتش داني لا لا ما اتصلش يا بابي قلت لك ما تدهوش الحاجة غير لا ما تاخد الفلوس كلها مسمعتش كلامي طيب طيب خلاص ايه بنا نتكلم بعدين افكاري فلو ترك اسمح على خير باية دي غالية ايه مش رادة ديك دقاطي هنا ولا رادة بعت لها حراسة دقاط معها طيب يا حبيبي انت شغل دماغك بيها ليه ما احنا كل ما نكلمها في الموضوع ده تقول انا عارف انا بعمل ايه وبعدين يا حبيبي انت عارف ان هي دماغة هنا دية ودماغة ناشفة جدا يلا يلا عشان خاطري بقى اشرب اللمون وهاش اغالك فيه ياما ياما ايه 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 ياما ايه سأقرسة, تأكل في الضمغة في إي أمدي في أمان ي بالك الجمال يا عمدي الخير عملتمك الف emotionally عملت المخي عملت المخي ماذا عني يا أخوة عني ما تضربها الغابة هي معليش معليش ما تضعلش يا أمان مقاربت من البيت وتجوزت يا أخوة رجعت من لتجوزها يا عمدي مايلي تجوزتها أنا الي تجوزتها والله لا والنبي لو أنت اللي تجوزتها عامل لأيه يا أولا شكراً لكم. شكراً لكم. شكراً لكم. شكراً لكم. نعم، с Soldier, أخبرك لي. وكذلك لم تكن منظر. لقد كنت مح Ter'Ana. إنني, برحضثك ومر. شكراً لكم. شكراً لكم. مرحباً لكم. السمسل أجل الأمر من السلسل. تنظر الهواء لكي لا تنتظر في كايرو لكي 24 سنة. حسنًا، شكراً. ما تجيبش سري تابوك ده تاني، خلاص؟ اهتي، اهتي، وانت من بكرة هتشوف انا حاملي، وشور الراجل بتاعك؟ ايه؟ انت عاملين، وانت الراجل بتاعك. مزب متك انت حد يتجوز بالطريقة دي؟ الوده مجنون وهيعيش ويموت مجنون. ما حدش عمله غيره. انت عارف؟ هو عمل الصح. عمل لنا وانت منعرفش اللي عمله. لا صح بيتكلم عن نفسك، اعمليش في الحوار ده خالص. عارف يا يوسف، وانا قاعد مع نفسي كده. مفكر اخ انا مأجل موضوع جيجي ليه؟ عشان ما عايش فلوس، عشان مزنوق، مصرف على البيت وعلى أخواتي، عشان خايف من الجواز، ولا عشان مش عايزها، ولا عشان ايه بالزبط؟ يا عمي ما تكركبش دماغي وحات ابوك، سؤال سؤال عشان اعرف فيلك. تفتني بايه؟ يمقربها لوحدها، اللي اتجوز بقد المسؤولية ايما ما اتجوزت أساساً. انا خافة صاحبي. خايفي شيل شي ده انا مش قدها، خايفي معندي قرطة عيالي، اتربوا زي ما تربينا وتعلموا زي ما تعلمنا، وفي الاخر اطلاقوا زينا. فيها جدا، ما احنزال فل كلنا الحمد بلاي. يا يوسف، تتعكع نفسي كل علايا، طلاقوا بس طلناها تلاقينا ولا حاجة، احنا ما نخربش في الدنيا عشان نحس ان بكرة جاي، ما نخربش في الدنيا عشان نحس ان احنا عايشين، فناخد حقنا منها بالدراعة، بس اعترها صاحبي بقى، الدراعنا ده هيسد معنا البكرة، والله هيوع مننا. شكلها مضلمة معك جامد، مش هعارف يا يوسف، عايز اتغير يا اخي، عايز اسافر، عايز اشوف ناس تانية وجو تانية، ليه سبقى محترم يا يوسف؟ عايز سبقى محترم؟ شوف يا ديوه، ما فيش حاجة في الدنيا دي كلها هتخليك محترم قد القرش، والقرش ده تعمله هنا في بلدك، مش تطلع تعمله برا، ليه حمي؟ عملية كبيرة، عملية لحسابنا لوحدنا، جوازة متريشة، كده يعني، جوازة متريشة؟ طبوة بقتل معايا، من الحاجات دي بتبقى اسمع نصيب، واعلان بيه وبينك، الجوازة اللي ما يجيش منه مصطحة، يبقى من منوش عازة، يا يوسف، بس في حاجة اسمعها لحب، الحب دي يا اخي، اصبع بيه، انا غلطانا اتكلمت معك يا سيس، اتكلم مع مين، يا بنت اخد يا سمع، سمع، اخد يا بنت، يا بنت احنا مش كاتبين كتابنا ولا ايه؟ يفتحان يا حبيب، الله أكبر، يا بنت هتي حد، بوسة بس تصبيرة كتا صغيرة، ما قلتلك لأ يا ميمي، سبني بقى، الله أكبر، يا بنت بوسة لحد الفرح بس، بوسة ما حصلش حاجة، لا الله، الله أكبر، تبولك ايه؟ عش خطر ميمي، بوسة أخوين، بعين، اللهم لك الحمد، ماشي يا سمع، ماشي، امك هتخلص صلاة، ما تخلصي بقى في ايه؟ ما تهدى يا ميمي، ما ينك فيها يا راك، السلام عليكم وحطرة، ايه خلصت صلاة، خلصت صلاة، امي خلصت صلاة، السلام عليكم ورحمة الله، خليك بنار، حرمان يا عمتي، جمعان إن شاء الله يا حبيبي، بتاعدي لتنظف كل يوم، مش هاجة كل يوم أقف قدامك، كده بص عليك، حاضر، عيبت، اتخر شوية كزا، ماشي، تعالي بات معي، خش نامي في حضنها، ايه، خش نامي في حضنها، خش نامي، ميمي، بيت في نور الزفت، ولا عم نور الهبابة عشان صلاة، ما تكفيش على وجه، ايه، خش نامي، تعالي يوم ما وحشني حضنها، خليها تنفعك، تعالي يا روح، تعالي يا بيت، تعالي يا بيت، هو كما فوقي بعتلي تمنا الحاجة مبارا، بس ما عصدش، خايف يكون بغلق، بالحاجة دي ايه بالزلط؟ تمثال، تمثال بتنهملون يوم، تمثال، بخصك ولا خص ناس تاني؟ بخصني؟ شيم، انا لازم اعرف الموضوع بالظبط، عشان اعرف انا بتعامل مع مين، لاني لا، انت شفت، ان الموضوع ضح يزاع الناس يخصوني، انت عارف اللي حصارك، حددك بتهلاش دي مش اول مرة بتعامل فيها مع معنا، اوكي، سين، قامل يا شباب، شوف شيم ايه، في واحد مدايق حابتين، هزين اعرف هو مين وسكته ايه في ظرف ساعة؟ بتاع تعمل، ليش بتاع تعمل؟ اوكي، طبعا حلس ما اتفقناش حاليا؟ لا 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 لا، خلي حساب لي بعدين، لا امك لو طلقاتي بخب علي حاجة، الحساب حينما، طبعا، 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 ودي اديب، انت يا ولا، ودي اديبو، انت يا واد، شوف البيت اللي برا دي عازة منك ايه؟ بيت مين يا امي؟ البيت اللي اسمها جيجي ولا جيجي دي ولا معرف ايه؟ جيجي برا؟ اه يا اخويا برا، اعدم السنيات، حبيبي على مهلك لا تقع، ليه شوش؟ عامل ايه؟ كويس يا بيت؟ انا بخير، وامت بخير؟ الحمد لله، مل فيها بيت؟ باتكلمت من انباري حالي ما بترديش، بس في عيل تروا عليها، سبتوني انباري، سبتوكي؟ ازاي سبتوكي؟ ما كلمتينيش ليه؟ اوه، سروا مني الشنطة والموبايل كان جواها يا ديب، حاسب فين الكلام ده؟ يعني يا خالتي، يعني قد ايه كده اسم الله؟ فلوس يا خالتي وحاجات، بغيه، بغيه، يا اما بيقولك، سبتوها يا اما، بغيه، بغيه، يا ديبو، يا ديبو، يا ديبو، يا ديبو، يا ديبو، مين؟ مكتوب ندين، خلص الماميس عايزانزي، خلصها يا حبيبي، فضل، انت سبتها ولا ايه؟ ايه مين دي؟ اللي كلمتك اللي اسمها ندين، وانا كنت تتجوزتها عشان اسبها، وعينتي بتسألي في اللي مالكيش فيلي اه؟ مقصودش والله يا حبيبي، كل الموضوع ان انا لاحصت لك بتكلمها كتير الفترة الاخيرة، فقلت يمكن ربنا هداك وهتتجوزها، تبتصنطي عليها؟ والنعمة ابدا، انا كل غرضي ان اتطمن عليك، لا تطمني، انا بتاع الجواز ولا غيره؟ ليه بس يا حبيبي، هما اللي اتجوزوا كانوا اجدع منا؟ مفيش حد اجدع مني، لكن لما روح اتقدم لوحدة ابوها يسألني ابوك مين، اقول له ايه، مهرفش، روح اسألهم مين؟ تاني، تاني يا يوسف، تاني والتالت ورابع، مشكلتك انك مخلنيها يحس ان انا قد كده، شهد مارك من موضوع الجواز ده خالص، مفيش واحدة بنت حالالة تلطب عائل ابن حرام، ولا هي بحج الحناس كبارة ووقفاتي وسا LEE احسابوا له! احسابوا! 진짜 موضوع لهم! ki not i me! اهلا هاعب wishes لهم! ا Уاها! احساب! احسابوا! 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 بسم الله الرحمن الرحيم إيه اللي جابت بدي؟ أنا ما رحتش المحلة أساسي مين العيال دي؟ ده عيال الجران أهدين بيسلوني ما انت تقولوا النهار في الشغل واخوكي في المدرسة هاعمل إيه؟ وانت يعني مش لقى حاجة تسلي باية غير عيال الجران؟ نقصها يعني دوشاتهم قوي؟ قدتلك بيسلوني ما تحبك هاش بقى؟ أجيب لك تافلي؟ لا، مليش نفسي تاب وليه بس السندة النفس؟ ما خلاص اللي راح راح ايوه اللي راح راح وانت أصلا ولا على باب كل اللي انت فلحة فيه هاتي هاتي صح؟ هو أنا باخد حاجة في جيبي يخونك تقمل مليات البنبل مسخسخ اللي لسه جايب أقولك تاني يا أما مليات؟ تاني؟ ايوه تاني مليات عشان تتجاوزي مصطورة مصطورة؟ على اساس يعني اني بوليسي اللي تابح يلفني بيه أطحل ساني الكلام ده؟ بقولك ايه يا أما؟ الفلوس اللي انا بديهالك دي علشان مصاريف البيت ودروس نص جوازي بقى وجهازي ملكيش ده بيه انا لما وزك جوز هبقى جيب أنا جهازي على مزاجي خلاص؟ طيب براحتك والنبي ما انت فاهم حاجة ولا عارفة حاجة ولا عارفة قمت المليات بصي قديم مصطورة يا رب سام عليكم مجيب حميات؟ شكرا يا رب انا اختي شايماء ايه المفاجئة الحلوة دي؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ ايه انت اللي بتعملي ايه هنا؟ انت بتشغلي هنا ولا ايه؟ او استعبط استعبط قال يعني مش عارفة بصراحة باستعبط او اعرف مفيش اصلك بيتي على بالي بصراحة فقلت اطلعك دع منك واشوفيك لا قلبك حناية ده والله انا فيش احنة منه على فكرة بقولك ايه؟ تيجي اخذك لفة بالعربية نتفزح شوية قبل ما تروحي عربيت مين دي؟ ايه بتاعت واحد صاحبي سريقها؟ سريقه ايه بقولك واحد صاحب شت انت هتلم علينا الناس ولا ايش هيماء فيه ايه؟ هاي قلتي ايه؟ طب هتودينا فين؟ نفس الفراجك على مصر كلها من فوق بص انا ما يفعش التطهر انت اخرك في البيت كانت سابع تسعى ونصة هكوني في البيت يا ربي انت هيطلعين امك النهاردة ليه طبعا ام ديب والنعمة مالية فيه؟ انا بنت بأقدر المكان والعادة تكي اخطي المكان وتعيش وانت قدمش من عائلة الشوالي؟ وبزوغتك محمد خليفة؟ ايوه ايوه اوه ايوه 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 وانت قادة ابوك معلمش المرجالة ايوه ولا ايه؟ ليه كده عم ديب يلا نصة اخلص وروح ليه ايه؟ صور انا صور براحتك بس بعد ما تخلص عندها لاختك ماشي ده انا حزن لما في الفيديو ده ليه كده طويل؟ ايه مرياض يا ايسان باشي صباع الفل لا باشي الناس جايلك في الطريق ومعها لحاجة كمان بس اللي قدرت لامها باشي هلتوعات تاني والنبي بتصغرني مع العام ماشي يا باشي صباعك زال الفل نهارا جاشت سلام يا باشي تفضل اه ميمي في حاجة ولا ايه؟ لا ديب كل دماغ بقول لك البيه في واحد اسمه اللي اسمر عايزك برا هدخله ولا انطوره؟ نعارف اللي بايه طب خلليه خش اناي تعاف السلام عليكم وردولة وعليكم السلام هاد كرسى نحلة اناي يا بيه زك يا اسمر الحمد لله ينفع كلاء الكلاء اللي حصل تخشه المطيق وتخطفه الوعد من وسط اهل وما تعمل ليش حسابي العي اللاهبل بتاعك ده سبت حريم تخصنا بالليل وربنا ما انا يا عم اللي اسمر ده الوعد بيستو وهي ما هم اللي أجروا من المكن بس يا ده وبعدين اصح الحاجة ترجع بعدين نتكلم بعدين احنا لينا حق عند الوعد ده يتقدب اللي عمله الحق ايه؟ ده اللي يخص دي بيخصيني يا عم الراي ماشي ايوه يا احمد الوعد بيستو ونهارده كان بيفوك سلسلة من عم مكساميه بتعداها مارديش يا اخو داي منه اه بيقوله ان هو دايب مضروب انا عازك كده توصل تشوف لي قراني الحاجة دي واذا لقيتها تمام تقبض عليه سلام يا اه ماشي يا حبيبنا ماشي ماشي نعم عايزة ايه؟ انت بتعلم معي كرير يا يوس كل ده عشان محبك ايوه يوسف انا مقدرش عيش من مغيرك انا ممكن اعمل اي حاجة عشان ما تسبنيش والله العظيم ممكن اعمل اي حاجة بس ما تسبنيش يا ابن الكرم يا واط يا معافة وحيا دعم الوريك وحيا دعم الوريك وحيا دعم الوريك يا يوسف مدين مدين فيه حاجة؟ مفيش حاجة مفيش حاجة ودول بس اللي عرفتوا جابوهم؟ يا باشا احنا مواطنين شرفاء وكل واحد كماعة حاجة فينا جابها زي ما انتفقنا مع الرايق يا باشا حلو يا شرفاء دي عجبتني على فكرة يعني مفيش حاجة تسلاح تانية مستخبية هنا ولا هنا؟ باشا لا هنا ولا هناك احنا جايين معاك اخر واللي معنا جبنان ماشا صد فاتحي تمام يا باشا خد الاقال دي بره بضيب على المحاضر وارميهم من جوا في الحاجز الغاية بتعرضوا عن نايبة بكرة النيابة ايه باشا هو مش الكلام خد ودي وبشكل ودي يا باشا النيابة دي خارج نطاق اتفاقنا اتفاقنا؟ وانا كان في اتفاق بين قبلك يا رحمك في اتفاق بين قبلك يا رحمك في اتفاق بين قبلك يا رحمك يلا صد فاتحي لا انت تتربى تمام يا باشا ماشا شكرا باشا خدرا خدرا سلامات يا رائق ها ايه رائق بقى مش قلت لك ان انا هجيبك لمكاني هوريكي في مصلك كلها من فوق عاجبت مش كده مش تغالك رغب علامة و وانا بعشقك وضباطك وجوا كده يا سلام على الحلاي اعمة ليه طيب انا وانا معاكي بحس ان انا على طبيعتي بحس ان انا زي ما انا بفرحي وزعلي وجناني وعقلي بعبطي كده زي ما انت قلت قولي عليا ويبهتكسبش منك بدي حاجة بسطاك اوي 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 طب الحمد لله وانت بتبقى مبسوطة وانا وانت معاك انت جدع وراجل تشتغل مع ابو وشايل مسئولية بايتكو وانت حمل مسئولية يعني بالاخر وازال عائلة تفها لو بشوفها اليومين دول بحس ان انت هتبقى امين علي انت اكتر حاجة الوحدة بتبقى عايزها من الراجل اللي هي خطرت ان هي هتبقى معايا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الجو ده انت نطاقتي انت مش مرض مالك انت نطاقت يا بيت البيت نطاقت يا جدعال برضو ما انا رضيتش عالسؤال بتاعي انت انت بمبسوطة وانت معايا ما قلتلك يا الوحدة هتبقى عايزها ايه ده الوحد يحطاف عليه ويخاف عليه اخاف عليكي انت عبيتها يا بيت ولا جالك تربانة في دماغك ولا يتجننتي ولا يحكايت ما خافش عليك ازاي ما خافش على الحاجة بتاعتي انت بتاعتي يا بيت انت مالكي الله ايه بتاعتك دي ايه بتاعتي كلك على باطن كده بتاعتي انا احمد احمد جبر كبير كبارات الالترس يعني نادي القرن يعني احسن نادي في العالم يا جدعال المارض الاحمر الفت نطاق يا جدعال انا بحبك خلاص بقى اما وانت شعرك لمقص عايب مالكش دعوة الله او ايه مالكش دعوة دي من قلتلك بحبك خلاص طب على فكرة بقى انت طبقتي الجاكت بتاعي بس براحتك يعني عادي ممكن اودي الفتح انك عادي طب ونعم انت عبيب يوسف انت رسى عندك بردي في المحطن ولا خلاص هيروح فين يا باشا معه قاعد انت شايف السوق عامل ازاي دلوقتي فعلي بقت مشكلة كبيرة عادي بس انا عندي ليه حل قولوا موردين المراسم اليومين دول بقاهم بيستنصحوا قوي وبدأي منزلوا الاسعار عشان البضاعة تمشي بقاهم بيستنصحوا الاسعار والورقة الممية بايت بتعمل مية وخمسين ومتين جنيه فانا بقول يا باشا بدلا من البضاعة ماركونة عندنا والطراب عمال بيأكلها نطلع منها شوية ونبيع ان شاء الله حتى بنص التمن اوكي بس قول لي خالي عشان تبقى معنا في السورية كمان تمام يا باشا اوكي من يا باشا لا فاضل ماذا تفكر هذه؟ بخير و ما هذا؟ إنه قليلا لسي قليلا بسيط fazرق ernen بالسطنة للحضور. لسيطة؟ كم المال تحت 200$ لسيطة؟ على هذا التنظار ، فقط 300$ حسنا؟ حسنا؟ شكرا مرحبا ماشي تانكيو تانكيو ياسي اديه 100 جنيه اوك مرحبا 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 انا بواغز يا اختي الوقت بيعرفكيش عائل واغش من بره المنطقة تمامي على حاجتك واي حاجة ناصح نسدادين بقولك ايه مش عايز اشوف اي عائل هفق يهوى بنحية المنطقة مفهوم؟ ماشي يا ابا اي حد ينزل بره المنطقة غريب هيتعامل علي حق العرب وانا بقوله قدام الراجل اوه راجل؟ ماشي يا اسمي اني حاجة تمام؟ تمام ايزي انا بقى هفعل من حاجة طلع انا هكلمك ماشي بسالفولة عزبي بسالفولة يا رايق ايه انت فيه مش بين اللي ايه مش وقتها رايق بعدين نبقى نتكلم المبامنا جاي يقريك على حوار جاي يقريك على حوار قبل ما تحصل مصيب مصيبة مصيبة ايه الوقت بتاع الشاي اللي في القسل وانا معادي لقيته سبتني هايسن باشا لعب الدنيئة يا رايق وحبس العيال وهيلبسه القضية انت بتاكد من الكلام ده؟ زي ما بقولك كده يا رايق وانا يا صاحبي جيت ارسيك على الدورة عشان تشوف هتعمل ايه؟ بالإذن يا رايق رخصك رخصي مالش يا باشا لما اخذي معيش رخص مالش رخص؟ اه مالش 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 تكل بقى حضرتك ونزل مالش بس يا سازن حضرتك قبل ماركن وانزل على جنب أسألك سويل بس اه هو حضرتك كنت جايبك هم في السنوية العامة ايه؟ 50% مش كده؟ يعني فاشل مالش يا باشا انا ببزلش لحد فاشل من العربية ولو جال حصابني هستموني يا حيواء هستموني بسانوية ايواء تقولي انك لسه مارجعتش انت بتهزر؟ ليه انت طيارتك الساكة؟ اه اه اوكي طب بقولك ايه انت واحشتيني يا با لا بجد انت واحشتيني حاجي اخذك من المطار وان روح مع بع اوكي يا روحي يلا باي يوسف يوسف انت احت امرك اقولك ايه انا كنت طلبت منك جرد بالمعروض واللي في المغزن هو فين؟ ما قدام حضرتك هو في الوقت اه ده؟ طب فين شغل الداهب والخشب والحاجر؟ حضرتك فهمة يعني طبعا السولي من دول واقف وما يتبعش منه غر حذة الازاز والحجات التانية دي ممكن نتبع منها حتة ولا حتتين بالكتير مممم Netherlands بصي با ايه يوسف بدينا ورايح ما اطلب منك حاجة حتة لو ما تبعتش منها حتة واحد تحضرها لي وتجبهي لي ممكن؟ انت تشوفي حضرتك اديني مفتيح المخزن وانا هعمللي الجرد تاني الو اي امزي اه اي امزي سبع الفوليسن بيه يا باشا ارغي لا يا باشا انا مش هرجي ولا اطول عليك انا جاي بس عشان انتفاق اللي بيننا انتفاق ايه ده انتفاق ايه انتفاق بشي بتاع العيال العيال تجي تسلم الحاجة وتمشي على طول تعبيدة رحمك رحمي اه رحمك شوية عيال بطا جيسر ان سلاح ميري ايه عايزنا اطرابلونتو عظيم سلام وقولهم متشاكرين او نكحلاتهم الاسم واسراتهم السلاح اللي فيه يعني مفيش عيال انسى انسى يعني تديني على افاق وبتصغرني مع الناس لو انت كنت فاكر نفسك كبير ولا ايه يا لاب والعموم لو وحشينك اوي كده انا ممكن اربيك جوا معاهم وانت بلوة كتير بلوة كتير فعلا لو عليك طيب احسن ايه باتغور من قدامي دلوقتي ومشوفش وشك هنا تاني صحي كده صحي كده اني خلي واحدة تحط في شنطيتها وحبوب ملعي الحب ملعي تشير ايه مكنة حلقة مش عايزة تخلف يا سين سيبها براحيتها متطلقها بقى لها كاسساني متطلقها؟ ده موضوع مختلف وعدم متطلقها بقى ده موضوع تجير جدا السلام عليكم في وقت وعليكم السلام عليكم يا سين متفكر في مال ولا ونشرك مزانها بليه بقى ده اسم بتاع الاسم بيعمل عليها تذكر ايه اللي حصل؟ وحاجز العلو هيعرضهم عن نيابة يا ابنكال طب هو الاتفاق هتعمل ايه؟ عمل ايه؟ ده انا هتر بقى فوق تناول ميمي ما ينفعش فاسحة السنر ديت لازم نفكر ياجد علي نفكر في ايه؟ الراجل علم عليه عايزين يوسكت بس بولك يا ميني احنا برضو مش هايف عنا قدم على الحكومة احنا اللي عانزها همش همه؟ بس هنا يا جماعة مصنع عارج على طول روق أميني كله هيبقى تنامي إن شاء الله اه؟ ومن فرش يجد عليك لو كان جيه خد علب نفسك وكنه أقول له أميني انه نسلم العيال ويعلم عليها ده اللي حشر قابته فيها ولم تحشر قابته ويحشر قابتك اخرتها ايه؟ ملك الدم هتدفع ومحدش يعرف سدها والشباب زي الوردة هتروح وتندفل في الطرابة تعال يا رايب تعال يا يدني وهذا عم ياسين بيكلم برضو في الصحة اهدأ ميمي وبعدين انت مش لسا كاد بكتابك افرح يا أخي وبلاش بقى تقنبك وقحلي هتشان أحلى هناي يا عم ياسين وقتلان واحد بحليب هنايب سوا عليكم يا دي يا أبني اللازين انت إلا أخرى مزك يا عم ياسين حليب تعال عم ياسين عم ياسين نحلى هتلي الشيشة هتشعب ايه يا عم ياسين يا عم ياسين المشكلة ان انا جيت له في العيد اللي هم غفلني ومديني على وشي كل مشكلة وليها حلال يا رايب ودي حلالة ايه يا عمي نشوف محمي الشاطر الخرارة محمي لانا كده البستها رسمي هنلبس طرح أحسن يا عم ياسين ايه دا يا رايب المسألة منجيش قفش ياب دي مش عشان نحلة ثلاثة نحبز عشرين الله اخرت اليوم انا ملميت الغالة دي ايه جبت المصلحة تبت امورني يهد بقى كده وسمعني طراعتهم تأميني على الامانة نحلة هناليا يا زعير هات الامانة هتبرو حاصر اتمنى سالفول يا سنة نورت المنطقة كلها دا نورة كديبه خير لما كلمتني في التليفون ما فيهمتش ايه عملية جديدة اولا انا بحوزجر عشان شغلي امسك خواجة ماشي ايه المطلوب المراتي الراجل دا اخدت المسال من راحت حبيبنا ونقل علي الفلوس ماشي يتقدم لا لا سبك من حكاية التأديب دي احنا عايزيني حاجة متشلها فيه في الفندل اللي هو نازل فيه خد الورقة دي فيها كل البيانات اسم الفندل ورقم الغرفة وصعد التنفيذ ما انت عرفت وش شو ما انت عمله فيه شو تشبيه خلاص بس انت عارف حكاية فندل ودي صعباوي امن وداخلية وصياحة ما انت شايف السياحة عميني حاجه عليها واي حد بيخربش جنبها بيوظبطوه بص اديبو انت عرف المي جنرال كان قطبا عني كل عملية اللي فاتت طالي انت شوف تغطبوا من نفسك ما مش كده قال ايه مره دي بقى لازم تثبتوا انكو رجال طب حقا بحي هزا و هزا طالي انت فاهم 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 تتقصها زعيم ايه دا يا رايس دا مش كلاشنكوف كلاشنكوف ايه مغفر ده انضف من كلاشنكوف ميت مرة ولا انت خدت على شغل ورش النهضة وبحشيش الحتة دي نظيفة ولو خدشتها هزا علىك ماشي يا عمينة واللي انت طالبتو انا جبتهولك انا بقى عايز حتة كلاشنكوف عندي فرح كبير عايز اعمل فيه الواجب ونقدر المصلح فرح ماشي يا فاهم نحلة انا ايا زعيم ادفن الجنسة ولو عم ياسين تقل علي وميمي قولهم هطلع عم الشوار ورجع على طول انا ايا زعيم تعال يا عم عشان اجيب لك مصلحة لك اسلام لي عمينة تسيب لي الموضوع انا روح اتكلم مع عيسم ده وتصرف معه عم ياسين اللي وده مشكلته مابتكبرش حد عميش هيا محاولة في الحق دي اهل العلي تحوسوا النهاردة جايين بره وشكلاته ومكزره النهاردة انت بقى السلاح من جوه ها بس يا راي اهدف مفي السلاح هيطلع انا هتصرف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة